عندما لم تجد من يثق بها ووجدت الشعب العراقي مصرا على مقاطعة انتخاباتها عمدت الأحزاب السياسية إلى شراء أصوات الناخبين كوسيلة لتحقيق المكاسب مع بدء العد التنزلي لانتخابات مجالس المحافظات استغلال حالة الفقر والعوز عند المستهدفين بشراء الأصوات جعل المرشحين يضعون تسعيرة للبطاقة الانتخابية الواحدة تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف دينار عراقي بحسب ثقة للدائرة والمنطقة الانتخابية بعد أن تمر عملية البيع والشراء بمراحل مطولة من الاتفاق قبل أن يتم الدفع على مرحلتين وصار عراقيون في شتى المحافظات يسمعون أنباء عن سعي قوائم انتخابية لشراء الأصوات عبر ما بات يعرف بالبطاقات الانتخابية وهي عبارة عن آلية يعتمدها السماسرة قائمة على أخذ ما يشبه التعهد من الناخب بالتصويت لقائمة ما مقابل استلام نصف المبلغ ويتم تسليم باقي المبلغ بعد الاقتراع واختيار المرشح المطلوب لتتأكد الجهة من أن عملية التصويت تمت كما هو متفق عليه إما عبر التصوير بهاتف النقال داخل كابينة التصويت أو بعد فتح الصناديق وإعلان نتائج مركز الاقتراع نشطون أنكروا على من يبيع صوته بثمن بخص بينما يرى بلده ينهب ويدمر على يد الأحزاب التي تريد تقاسم المناصب في مجالس المحافظات لتحقيق مكاسب مادية على حساب معاناة الشعب العراقي حتى أطفالك ذولة اللي موتون بالأمراض الخبيثة والعجز الكلوي وماعدهم مدارس وماعدهم مستشفيات كتب معدهم وانت تبيع صوتك إلى مرشح بدون شرف يجيك أربع تيام يضحك عليك بعد ما يشوفه لمدة أربع سنين تبيعه بخمسين ألف ويفسر مراقبون سبب تهافت الأحزاب على مجالس المحافظات بأن هذه المجالس تعد من أهم بوابات الفساد المتمثلة بعقد الصفقات والمشاريع وجني الأموال من الشعب بينما لا تقدم لهم شيئا على مستوى الخدمات ترجمة نانسي قنقر